نظمت وزارة الخارجية جلسات حوارية بالتعاون مع المجلس الأطلسي الأمريكي وذلك ضمن ختام فعاليات الملتقى الدبلوماسي بحضور عدد من أصحاب المعالي والسعادة رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية لمملكة البحرين في الخارج وكبار المسؤولين بالوزارة من رؤساء للقطاعات ومدراء للإدارات وقد أعرب المشاركون في الجلسات الحوارية عن اعتزازهم بهذه الدعوة الكريمة وبتواجدهم في مملكة البحرين للمشاركة في هذه الجلسات التي تمثل فرصة طيبة وسانحة لتبادل الخبرات وتلاقي الأفكار والآراء وعقدت الجلسة الأولى تحت عنوان العالم متعدد الأخطاب الصاعد وتأثيره على الشرق الأوسط وتم خلال الجلسة سعراض أبرز التوترات والأحداث التي تشهدها دول العالم خاصة منطقة الشرق الأوسط ومناقشة عدد من المستجدات على المستويين الإقليمي والدولي وعقدت الجلسة الثانية بعنوان مستقبل منع الانتشار النووي حيث تم خلال الجلسة سعراض الجهود الرامية إلى منع الانتشار النووي والاستخدام السلمي للطاقة النووية والتنويه بأهمية وقف الصراعات ومنعها في المقام الأول باعتبارها وسيلة جيدة لمنع الاستخدام النووية أما في الجلسة الثالثة المعنونة بمستقبل الذكاء الصناعي وكيف يمكن أن يغير مشهد الدبلوماسية فقد نقشت الذكاء الصناعي ومد تأثيره على مستقبل الإنسانية والدبلوماسية وفي الجلسة الرابعة التي كان عنوانها أثار انعدام الأمن الغذائي والمائي وسط تحديات المناخ تم استعراض أبرز الأثار التي سيؤدي إليها انعدام الأمن الغذائي والمائي وتغير المناخ بشكل مباشر على الأمن القومي التقليدي وبحث أفضل الممارسات الدولية لتحقيق الأمن الغذائي والمائي وفي الجلسة الخامسة المعنونة بالإدارة الاقتصادية ومستقبل الدولار كعملة عالمية مناقشة النظام المالي العالمي واستعراض أثار السياسات الاقتصادية للدول على أهدافها الجيوسياسية وفي ختام فعالية الملتقى الدبلوماسي عرب أصحاب المعالي والسعادة رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية لمملكة البحرين في الخارج عن اعتزازهم وتقديرهم بالبرنامج الثري والمعلومات القيمة التي تضمنها برنامج الملتقى الدبلوماسي لهذا العام نقاشات موسعة احتضنها الملتقى الدبلوماسي الذي تنظمه وزارة الخارجية بمناسبة يوم الدبلوماسية البحرينية شارك بها عدد من النخب الفكرية والسياسية والدبلوماسية وبحثت بتعمق مختلف القضايا الإقليمية والدولية بحضور سفراء مملكة البحرين في الخارج تركيز الأساسي في كل منتدى للدوماسي هو كيفية خدمة المواطن البحريني وتنفيذ توجيهات جلالة الملك المعظم حفظه ورعاة في خدمة رعاية مملكة البحرين مصالحة في الداخل والخارج والعمل على تعزيز العلاقات الثنائية والمتعدل الأطراف مع كافة الدول الصديقة والقريبة وأعتقد اللقاء هنا موجود يتجدد لمناقشة وأيضا رفع مستوى المعنويات وأيضا التعلم والتدرب وتبادل الخبرات الأمر الذي ينعكس في تطور الأداء وخدمة مملكة البحرين بالصورة الصحية البحرين كما تعلمون هي مملكة تؤمن بالسلام وتؤمن بحقوق الإنسان وتؤمن بالتنمية المستدامة وهاي الثلاث عوامل هي في الحقيقة هي مرتكزات مملكة البحرين لتطوير نفسها والإيجاد لنفسها مكانة في التقسيم الدولي للعمل أهمية بالغة اكتسبتها الجلسات النقاشية أكد عليها حضور الملتقى الذين بيّنوا الدور الكبير لمثل هذه اللقاءات في تعزيز التعاون والتفاهم بين مختلف البعثات الدبلوماسية علاوة على زيادة التنسيق والتشاور مما يسهم في ارتقاء رسالة الدبلوماسية البحرينية وهذا الملتقى الحقيقة وفر لرؤساء البعثات الدبلوماسية والسفراء في الداخل وفي الخارج الحقيقة كم من المعلومات غزير ومهم الحقيقة وقيمة مهمة ومفيدة وسيما اتصالنا مع بعض المراكز الأبحاث العالمية كمركز الأمريكي أيضاً اللي كانوا الشركاء معاً في حلقات الحقيقة مثرية ونقاشية وأثيرت كثير من القضايا الطارئة والملحة على الساحة الدولية فهي فرصة ذهبية الحقيقة لتزود النخب الدبلوماسية والرؤساء البعثات الدبلوماسية إنهم يتحصنون الحقيقة بآخر أنواع المعرفة الدبلوماسية لا شك أن هذا الملتقى يكتسي أهمية بالغة كونه يجمع جميع سفراء مملكة البحرين في الخارج في مكان واحد وفي زمان واحد للاستماع إلى التحديات والخبرات ووجهات النظر في مختلف القضايا التي تهم مملكة البحرين وعمل السفرات في الخارج طبعاً عقد الملتقى الدبلوماسي هو ليس ممارسة دولية متعارف عليها فقط بل هو ضرورة حتمية قدرنا خلال هذه الأسبوع أن نلتقي بخبراء نستمع إلى آراء مختلفة وكلها هذه تساهم طبعاً بطبيعة الحال أننا نعزز خبراتنا وفاهيمنا الدولية وتوحد مواقفنا الدولية تجاه الأوضاع الإقليمية والدولية على حد السوء جلسات الملتقى ركزت على كل ما يشغل الساحتين الإقليمية والدولية من قضايا سياسية وأمنية واقتصادية ودبلوماسية وجرى تبادل الآراء بين مختلف المختصين ورؤساء البعثات الدبلوماسية وسفراء المملكة وعدد من الباحثين بهدف تعزيز الآراء والمواقف بما يتوافق ومبادئ السياسة الخارجية الحكيمة لمملكة البحرين الملتقى الدبلوماسي شكل على مدى عدة أيام منصة فكرية وثقافية شاملة نهل منها أعضاء السلك الدبلوماسي علما وافرا وبحثا متقدما غاصوا في مشاورات متقدمة ومعمقة حول مختلف القضايا التي تشغل الساحتين الإقليمية والدولية من وجهة نظر بحرينية يحيى العمر لمركز الأخبار تلفزيون البحرين تلفزيون البحرين